عشان كده احنا حطي عندنا بعض السلوجانز كده اللي هي بتبقى شهيرة من الاهلي مثلا روح فنان الحمرة الاهلي فوق الجميع طبعا الاهلي فوق جميع ابناءه يعني تم الناس كنت اخذتها بشكل اخر يعني لكن الاهلي فوق جميع ابناءه ابناءه يعني مسئوليه مجلس دارته كلنا تحت الاهلي اي اسم فينا يفوق اسم النادي الاهلي اي اسم شهرة في تاريخ النادي الاهلي الصاحب الفضل فيه والنادي الاهلي ده معنى كنت الاهلي فوق الجميع اللي احنا كمان دخلنا به الفترة اللي فاتت فكرنا كتير جدا عايزين نشرح النادي الاهلي فيه تلت كلمات فاحنا قلنا تاريخ كلنا بنشرف به وتاريخ كلنا سعداء به وبنحمد ربنا احنا جزء من هذا التاريخ كل الاجيال السابقة يعني مبادئ وقيم النادي الاهلي طول عمره من 1097 فيه اسس وفيه مبادئ وفيه قيم بتربين عليها تعلمناها لازم نحافظ عليها ويجب كل انسان في النادي الاهلي يحافظ على ده في بعض ناس اقول لك ده شعارات لأ شعارات علم عندوش ده لكن النادي الاهلي يعرف يعني ايه كلمة مبادئ يعني ايه قيمة قيم كمان التطوير فانت بقى تاريخ مبادئ تطوير مع الاهلي فوق الجميع مع روح في النادي الحمراء الحاجات اللي هي كونينا بنسعب بيها وتاريخ ومبادئ وتطوير انا شفتها مترسخة في كل مكان في كل حتة في النادي الاهلي موجود الثلاث كلمات كورة في الملابس في الممرات في المكاتب لا وهتلاقي في قطة الكورة في الاهلي فوق الجميع وهتلاقي اهلي فوق موجودة في كتابات موجودة وهو ده اللي احنا بنتوارسه من بعض يعني كل يعني حقبة من الزمن بيجي لها رؤية معينة وفكرة معين بنضيفه للأفكار السابقة مش بنرغي للأفكار السابقة ده هو ده سمة النادي الاهلي احنا وصلنا لتقريبا الختام بس ما يمنع ان نبعد شوي نتحدث مع كابتن محمود الخطيب وكرة القدم وحبه لكرة القدم قبل ايام غادر وتوفي مردونا وانا عارف ان كابتن محمود الخطيب واحد من الناس اللي يحبوا المردونا ويحبوا اللعب المردونا شوف شابيه في بعض العناصر كده وفي بعض المواهب القروية على مستوى العالم يعني قصرت في العالم كله يعني انا وانا صغير كنت بحوش مصروفي عشان روح في سينما اوبرا كان فيه فيلمين في سينما اوبرا فانا كنت بحوش مصروفي طول الاسبوع واروح يوم الخميس عشان ادخل ربع ساعة لبين فيلمين بس ربع ساعة اشوفها وامشي اللي هي كانت ليبليه اهداف ليبليه وكما كنت ده راقم عشرة وبليه ده يعني كنت بحب جدا اروح اتفرج عليه وقعدت كده في فترة شهر مثلا كل اسبوع اروح اتفرج عن ربع ساعة دي معانا هي هي يعني وحفظتها ثم يجي مثلا كرايف ثم يجي بكنباور ثم يجي مارادونا ثم يجي ميسي ثم يجي روناردو ثم يجي روناردينيو ثم يجي يعني يعني انا مش عايز انا نسى حدا بس عناصر كبيرة جدا واسماء كبيرة جدا اه على مستوى الكرة العالمية ومستوى الكرة العربية والافريقية اسماء كتير وابننا مثلا دلوقتي اه محمد صلاح اللي هو مارادو دخل في مصاف هذا المصاف ابننا في الجزائر مثلا محرز يعني الاسماء دي اعتقد ان هي لازم جميعا يعني نقدرها وجميعا نفخر بها يعني مارادونا اثر في الناس واثر في الناس باداءه واثر في الناس بموهبة فريدة يعني طمعت في كرة القدم يعني اه عشان كده كان برضو رحيله اثر في الناس كلها يعني هو اثر في امتاع الناس وهم كمان الناس اثرت جدا برحيله وعلى سبيل الرحيل برضو من فترة بسيطة رحل عننا برضو لعب انا كنت بحبه جدا وكان صديق يعني له امين دابو لعب ناجي اسماعيلي واهل جدة بقاء الله لولاده واسرته برضو كان من الشخصياته كان لعب كرة كويس جدا كمان موهوب وعلى خلق على مستوى عالي جدا امين دابو الله يرحم الله يرحم وقتنا جميعا يا رب من من الفرق اللي دايما تحرص على مشاهدتها على المستوى العالمي انا مش انا بحرص على مستوى اللجوم الافزاز يعني حب اشوف مثلا لما كان رونالدينيو مثلا في برشلولا ريفالدو دلوقتي ميسي ولا رونالدو الاثنين ما كل واحد ده ده ستايل وده ده حاجة وده حاجة بس الاثنين ما نقدرش اوصل للناس بتوع تقولك مقارنات لا رونالدو ليه كيان ستايل معي طبعا ومصر يه ستايل تاني والاثنين مؤثرين والاثنين مواهب عالية جدا جدا يعني فدي حاجات لازم انا كنت متأثر جدا بالحاجة بتتفرج على اللعيب ده اللعيب اللي هو انت قاعد يقولك يعني فيه مثلا لعيب يجير حجاي اللاعب كرة مثلا وقبل ملعبها انا كنت يعني بحكم برضو يعني العيب كرة يعني يا سلام لو عملها كده يلو حاملها يا سلام لو استقبيلها بالشكل يا سلام لو عملها مرة واحدة مثلا يعني فتستعمل الحاجات دي اللي هي تخليني تشديني انا ان انا بحس ان في واحد فعلا حاجة موهبة فزة ان هو بي حتى بينافز الجوة دماغك انتا مش بينافز يعني الكرة يعني بس كفريق فيه فريق معين لا انا فريق فرأم يعني كفرأم يعني اهلي طبعا هكيد الاهلي يعني اشتركوا في القناة